اهلا بكم مشاهدين اقرامت حلقة جديدة من برنامج مؤشر النين نتعرف من خلالها بالارقام والتحقيق على داء مشروات البورصة المصرية في جلسة اولى جلسات الاسبوع والتي انتهت على التراجعات جمعية حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسية اي ج اكس 30 بنسبة 1 و 2 من 100% ليغلق عند مستوى 13 الف نقطة و 672 و 13 من 100 من النقطة هبط مؤشر الاسم الصغيرة والمتوسطة اي ج اكس 70 بنسبة 82 من 100% لينهي التعاملات عند مستوى 539 نقطة و 5 من 100 من النقطة كما نزل مؤشر اي ج اكس 100 اوسع نطاقا بنسبة 90 من 100% منهيان التعاملات عند مستوى 1390 نقطة و 62 من 100 من النقطة امتدت تراجعات ايضا الى مؤشر اي ج اكس 30 كابت الجديد محدد الاوزان النسبية والذي انخفض بنسبة 1 و 14 من 100% منهيان التعاملات عند مستوى 1675 نقطة و 3 من 10 من النقطة نتحول الى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم حيث كان قطاع العقرات والانشط صدر قائمة بنسبة 24 و 6 من 100% تلاقى قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 17 و 64 من 100% جاء قطاع اتصالات تاريتن بنسبة 17 و 36 من 100% بينما جاء رابعا قطاع موارد السياة بنسبة 12 و 80 من 100 في المئة بالنسبة لفئات المتعملين من داخل السوق فقد تجه المستثمون المصريون نحو البيع واستحوز عن نسبة 53 و 33 من 100% من اجمالية التعاملات كما اتجه المستثمون العرب نحو البيع ايضا واستحوزوا عن نسبة 9 من 10% من تعاملات السوق بينما اتجه المستثمون الأجانب نحو الشراء واستحوزوا عن نسبة 45 و 77 من 100% من اجمالية التعاملات وما زلنا مع فئات المتعملين من داخل السوق حيث اتجه المستثمون الأفراد نحو الشراء واستحوزوا على نسبة 10 و 58 من 100% في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت عن نسبة 89 و 41 من 100% من اجمالية التعاملات أما على الأسهم الأكثر ارتفاعا فقط صدرها سهم بيراميزة للفنادق والقرى السياحية بنسبة 99.7% ثم سهم قناة السويس للتوطين التكنولوجيا بنسبة 38.32% ثم سهم حق الكتاب شكل مصرية لتطوير صناعة البناء بنسبة 74.7% حالة ربعا سهم السويس للأسمنت بنسبة 72.7% في المائة أما على الأسهم الأكثر انخفاضا فقد صدرها سهم مطاحن ومخابس جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 29.25% ثم سهم الألمانيوم العربية بنسبة 48.45% فله سهم مطاحن شرق الدلتا بنسبة 48.42% حالة ربعا سهم مطاحن ومخابس الإسكندرية بنسبة 38.34% هذا وقد تراجع أسلم السوقي لأسهم الشركات المقايدة في البورصة بنحو 77.89 مليار جنيه منهينا التعملات عند مستوى 730.13 مليار جنيه وسط تعملات كلية بلغت نحو 2.85 مليار جنيه ومشاهدين الكرام للمزيد من التفصيل والتحليل سيدني أن تكون معي ضيفة في السوديو أستاذ رانيا يعقوب المحل الفني والخبير المالي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ رانيا وستاذة مشاهدين نتابع التقرير التالي حول أداء البورصة ثم نبدأ تحليلا لهذا الأداء فافقوا معنا اللون الأحمر ميز مؤشرات البرصة المصرية في دلالة على تراجع أغلب أسهمها لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهلة تعاملات الأسبوع البرصة تأثرت بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصندوق الاستثمار المصرية فضلا عن المستثمرين العرب الأفراد قبلتها عمليات شراء من المستثمرين الأجانب أفرادا ومؤسسات لم تفلح في تحويل دفة الأسهم نحو الصعود رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة خسر نحو 7 مليارات و800 مليون جنيها ليصل لـ 730 مليار و340 مليون جنيها بعد إجمالي تدولات بقربة المليارين ونصف المليار جنيها نحو 395 مليون جنيهم منها فقط في سوق الأسهم والبقية تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية مؤشر البورصة الرئيسي إيجيك 30 هبط بنسبة 1 و2 من 100% وانخفض مؤشر الأسم الصغيرة والمتوسط إيجيك 70 بنسبة 82 من 100% وشملت موجة التراجعات أيضا مؤشر إيجيك ساندريد الأوسع نطاقا بنسبة 90 من 100% التدولات شملت 158 سهما لشركات مقيدة في البورصة تراجع 105 أسهم منها وارتفع 12 سهما واستقر 41 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة ومشاهدين الكرام بعد أن تابعنا التقرير حول أداء البورصة نبدأ تحليلنا لهذا الأداء مع ضيفاتنا في الستوديو أستاذ رانيا عقوب يعني أستاذ رانيا الحقيقة إحنا مش حنقدر نتكلم في مسألة بقى دعوم ومقاومات وتحليل وتحليل التفصيل اللي كنا بنشوف في يومي لأن التحليل اليومي كان بيترتب على أساس عملية ارتفاع وعملية انخفاض عملية انخفاض وتراجع البورصة واضح إنها مستمرة وبل أصبحت بمثابة نوع من حالة فوقدان الثقة لدى كثير من المستثمرين الأفراد والتخوف أيضا من الشراء وعدم علم بالمجهول بن قصيل لماذا كل هذا؟ طيب أنا هتفق مع حضرتك أن التحليل اليومي ده أصبح أمر مش صحيح والتوقع أن السوق هيلتف وهيصعد دي مجرد زي ما قلنا يعني لو تتذكر هيك من شهر كنا بنقول كنا في حركة ارتدادية صاعدة وكان انتشر بعض المحللين اللي كانوا بيقولوا أن من دا نهاية الهبوط وأن احنا هنكسر الـ 14.500 ساعتها قلت لحضرتك مش مهم أكسر كام صحيح المهم أحجام التداو المهم السيولة ترجع السوق طيب بصورة عامة ماذا يحدث؟ اللي بيحدث في البورصة المصرية زي ما حضرتك ذكرته هو حالة من انعدام الثقة مش بس من المستثمرين الأفراد ولكن الأمر الأخطر هو من مديري السنديق ونظرة السنديق والأجانب إلى السوق المصري خليني أفرق هنا من البورصة المصرية أنا كل مرة أعتذر أن أنا هفرق ما بين البورصة المصرية وما بين الاقتصاد المصري يعني أنا أفرق حضرتك هنلغي مقولة أن البورصة مرقاة للاقتصاد بالضبط اللي أسف البورصة في المنصر البورصة المصرية ليست مرقاة عكسة لما يحدث في الاقتصاد أي أن كان الاقتصاد فيه أوقات كان عندنا بيانات إيجابية كويسة جدا فيه عندنا نظرة ثقة من جانب المؤسسات الأجنبية في الاقتصاد المصري والإصلاحات المصرية عندك صندوق النقد اللي هو مش مطالب الرجل يعني الصندوق بيدينا فلوس بيقرضنا فلوس فعايز يتطمن فلوسه بيحصل فيها إيه؟ فبيبعت كل فترة بعثة لمراجعة الإصلاحات والالتزامات اللي بتقوم بيها اللي مصر اتزمت بيها مقابل الأموال اللي هتاخدها وبيجد أن احنا ماشيين في الطريق السليم صحيح وبيطلع ده في المراجعة بتاعته الدورية اللي بيعملها فمش معقولة كل الناس دي عندهم نظرة والبورصة المصرية للأسف مش بتتجاوب معيها فهنا في حصل للصورة أو للمقولة المعروفة أن البورصة هي من قل الاقتصاد أن البورصة المصرية للأسف دونا عن كل بورصات العالم وبورصات المنطقة ليست مرئال الاقتصاد المصري يجب بقى هنا أن احنا نسأل ليه؟ يجب أن احنا لما يكون في عندنا توجه من رأس هذه الدولة وهو سيادة الرئيس بيهتم بجذب الاستثمارات سيادة الرئيس بيجلس على مائدته مع مجموعة من مدير السنديق العالمية في أكبر مؤتمرات بصورة سنوية تقريبا من مرة لتنين في السنة في جميع زيارات سيادة الرئيس الخارجية لأي دولة على مستوى العالم بيهتم أن هو يصحب معه السادة وزراء المجموعة الاقتصادية ومجموعة من رجال الأعمال من أجل أنه لازم يبقى فيه اتفاقيات تجارية واقتصادية ودعوة للشركات الكبرى أن هي تيجي تستثمر في مصر السؤال بقى ليس الشركات دي ما بتجيش وليل جادة دلوقتي عندنا علامات استفهام اسمحني أن أنا جاوب على حضرتك بصورة سريعة للأسف لأن إحنا عندنا المسؤولين بيتحركوا عكس ما بيتم الإعلان من جانب سيادة الرئيس هلين هنحد المسؤولين؟ أي مسؤولين؟ لأسف فوزراء المجموعة الاقتصادية يعني البعض إحنا بنسمع علاقة كتير الحقيقة بيدور في بعض بيوجه أو بيشير بالأصابع لأهية رقامة المالية في البعض بيقول لا دي بعض الإجراءات المحفزة للاستثمار لسا البورصة بتفتقد لمسا هذه الإجراءات بعض بيشوف أن في بعض السنديق بتتعمل عملية هذا الدفع للحالة البيعية العنيفة دي خلينا نقول هي السنديق هي اللي فرضت ضرائب على التعاملات في البورصة هي السنديق اللي ما عندهاش وضوح رؤية ولا المسؤولين اللي ما عندهمش وضوح رؤية يعني إيه بورصة وكيفية الاستثمار في البورصة بمعنى لا يوجد دولة خليني اتكلم على البورصات القريبة مننا زي بورصة السعودية وبورصة الكويت أحد البورصات القريبة في المنطقة مننا بورصة السعودية وخليني أقول لي بورصة السعودية وبورصة الكويت والإمارات اللي هي عندك بوظابي ودبي مين اللي حط البنية التحتية لهذه البورصات، المصريين، استمصر المصريين، شباب مصريين كانوا يعملوا في البورصة المصرية وكلهم انتضبوا في هذه البورصات وهذه الهيئات من أجل وضع البنية التحتية والأساس والسystem لهذه البورصات ولكن تعال نشوفوا النهارده البورصة السعودية بتتحرك فين وإحنا بنتحرك فين بورصة الكويت اللي احنا بنقول عليها لسه بورصة صغيرة وواليدة هذه البورصة بتنضم إلى مؤشر مورجان ستاني في أكتوبر القادم بيتوقعوا استثمارات مبدئية من السنة دي بحوالي 2 مليار دولار بورصة السعودية انضمت خلال هذا العام ومن العام الماضي إلى أهم مؤشرين فوتسي راسل ومورجان ستاني لأسواء النشأة بما يقرب بحوالي 50 سهم في المؤشرين ده بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 20 مليار دولار تعالى أقول لحضرتك أن كان فيه ضريبة اسمها ضريبة القيمة المضافة مفروض أن الدول مجلس التعاون الخليجي كانت هتضعها على كل شيء عندها ولكن جات مؤسسة الزكاة في السعودية أعفت القطاع المالي ليه؟ من أجل تشجيع هذا القطاع وتوفير نقطة للانطلاق لهذا القطاع لأن هم مدركين أن البورصة ندي عايزة استثمار أجنبي مباشر فالإستثمار الأجنبي المباشر لما بيدخل دولة عايز سوء يتخارج سوء لزيادة رؤوس الأموال فبالتالي محتاج بورصة قوية فعدم وجود بورصة قوية ده ممكن يكون معاطل لإستثمار الأجنبي المباشر تصريحات رئيس البورصة المصرية بأن 90% من أدوات التعامل في البورصة ستتم تطبقها في الفترة القادمة من المفترض أن هذا الخبر إيجابي قبل ختام جلسة الخميس اللي هي كانت مفروضة برضو أغلاقت على حالة من التراجع الحد لماذا لم تحدث هذه التراجع هذه التصريحات ما ينتظر في أداء البورصة ولماذا أيضا أحيانا تصدر تصريحات تتسبب هذه التصريحات من مسؤولين في تراجع مع علم هؤلاء المسؤولين في مدى تأثير مثل هذه التصريحات في أوقات محددة للبورصة طيب طبعا تصريحات السيد رئيس البورصة تصريحات إيجابية بصورة كبيرة جدا ولكن خليني أقول لحضرتك أن السوق مش منتظر تصريحات من رئيس البورصة ومش منتظر تصريحات أن صفقة جلوبال تتم أهي صفقة جلوبال تمت ولو حديث تتذكر من شهر كنا بنتكلم وكان بيتم الإعلام ورأي أصبح الكلام متعلق دوتا على الشهر القادم لما ترحل عشرة مليار وهي هتعمل انت عاشر وما لذلك خلينا هنشوف الشهر القادم بإذن أنا تمنى طبعا أن الأمر ده يحدث ولكن خليني أقول حضرتك السوق منتظر أمر أكبر من ده بكتير رؤوس الأممال منتظرة أخبار أهم من كده منتظرة أن الدولة تعلن إحنا فاهمين إحنا عايزين إيه من هذا السوق بمعنى إيه للمرة التانية هنتكلم مع حضرتك أن إحنا نتحرك في إتجاهين إتجاه الأول طرح محفزات للطرح في البورصة لطرح الشركات في البورصة خليني أقول والمحفزات اللي بتنتظرها أي شركة هي إيه تخفيضات ضريبية لمدة خمس سنين مثلا بنسبة خمسين في المية للشركات وخلينا نقول إحنا عايزين الشركات ذات رأس المال الكبير نحدد من أول رأس المال كذا أن إحنا يبقى فيه تخفيضات ضريبية هتتمتع بتخفيض ضريب والأمر ده على فكرة مش غريب كما وجود في البورصة ده أول حاجة تاني حاجة أننا أعلن إلغاء جميع ضرائب المفروضة على تعاملات البورصة سواء دمغة أو أرباح من أجل تشجيه مناخ الاستثمار ومن أجل إعادة الثقة للمواطن أنت عارفها داكي فندم المواطن أو المستثمر المصري اللي طلع فلوسه من البنك أو اللي جاب بدل المعاش بتاعه أو الشاقية يعيني في أي دولة وجه حطه في البورصة هو إتعاقب دلوقتي خصر مدخراته أصبح عنده عدم ثقة في الاستثمار في البورصة بسبب عوامل كثيرة جدا وهي عدم وضوح الرؤية تضارب التصريحات زي ما حضرتك بتقول شوية هنفرد ضريبة لا مش هنفرد لا هنأجل لا هنضف لكم ضريبة جديدة خالص غير عادلة لا أنا عندي أسئلة كتير تمام بس هيك عمالة بتتعرضي للنقطة دي وهي نقطة مهمة طيب تمام أنا حاخد بكلام حضرتك أن المستثمر البسيط اللي حط مبلغ من المال في البورصة افتقدوا بسبب ما يحدث من تراجع السؤال التاني من اللي بيبيع ومن اللي بيشتري فيمسك هذه الأسعار الأسعار دي اللي بيبيع وبيشتري أسعار أولا السوق كله النهاردة بنفس وده أمر مخجل ومحزن بحوالي 300 مليون جنيه للأسف ده مجرد بيع وشراء ما بين الأفراد واللي بيبيع هو أفراد مضطرين نتيجة المارجن كول اللي بيتم لأنه زي ما بنقول مضطر هو بيدي السوق ماركت تمام فبالتالي بيضغط على الأسعار اللي هو ما فيش قدامها طالب وبالتالي الأسعار بتهبط زي ما بيقول سقوط حر وده بيرجع لإيه؟ إن الجايد دلوقتي رغم إن الأسعار جاذبة جدا مضاعف الربحية أصبح منخفض لأغلب الشركات يعني مفروض دي أسعار جاذبة قيمة الأصول المصرية منخفضة بين السنة دي اللي كانت بتشير البورصة وكانت بتدخل وبتشتري في مثل هذه الأسعار يعني أنا أتخيل وأن كنت ربما غير دقيق يعني أن هذه الأسعار قد توازي أسعار 2011-2012 أو تقترب تزيد بقليل تقليل مقابلة تعوين خلينا نقول أه لا مقابلة تعوين فعلا أسعار أسهم كتيرة وصلت مقابلة تعوين عدد الشركات بقى أقل إحنا عدد الشركات بيقل رأس المال السوق بيقل إحنا دلوقتي إلينا نتعدى 12 من 12 إلى 11% من النتج المحلي الإجمالي وده نسبة ضعيفة جدا فبالتالي بتخلي البورصة مش عكسة للأسف ما فيش حاجة اسمها سنديق تدخل تشيل البورصة لازم السنديق تدخل عشان هي شايفة أن الأسعار دي جاذبة ده حصل السنديق شالت البورصة وصلتها 18400 نقطة لا عشان كان فيه رؤية كانت السنديق أو ساعتها الأجانب بيعيدوا تقييم محافظهم بعد التعييم وجدوا أن الأصول المصرية رخيصة جدا وبالتالي أعادوا تقييم الممتلكاتهم أو الأصول بتاعتهم وابتدوا أن هما يشكروا علشان خاطر تطلع وطلعت البورصة للمؤشرات دي لكن لما تيجي حديقي المؤشر لما وصل 18000 لما تيجي نشوفه مقوم بالدولار هتلاقيه ما تصعرش للأسف طيب هاروح للنقطة برضو تانية شهادات ساسمار قناة السويس بمفترض أنها تنتهي في شهر السبتمبر إنعكاس انتاء هذه الشهادات وعودة هذه المدخرات إلى أصحابها شكله كيف سيكون على البورصة والأسفل طيب في ناس بتتخوف أن ده يسبب موجة تضخمية بس أنا من وجهة نظري الشخصية أن الأمر هيكون محدود جدا مش هيكون ليه تأثير تضخمي كبير خالص لأن أغلب هذه الأموال جاءت من القطاع البنكي تقريبا 20% بس جي من خارج القطاع البنكي كما تم الإعلام من جانب البنكي المركزي في ذاك التوقيت فأنا بتوقع أن مع انتهاء هذه الشهادات هيتم معودة ربطها بأعلى معدل بالنسبة للشهادات البنكية مرة أخرى ما أعتقدش أن هيكون ليها أثار تضخمية أو أن هي هتؤدي إلى دخول استثمار للبورصة أو غيره طيب التروحات العقومية أصبحت في أعتقد أزمة أو في مشكلة نظرا لتدني أسعار الأسهم أو تحديدا الشركات اللي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال إنها هتطرح في الفترة المفترض القادمة هذه الأسهم تحديدا وهذه الشركات تحديدا تدنت ربما أو تراجعت بنسب تتراوح من 20 إلى 30% على مدار الأسابيع الماضية كيف سيتم إصلاح أوضاع هذه الأسهم؟ أين قيمة العادلة لهذه الأسهم؟ لماذا لم توقف هذه الأسهم عند الهبوط للتعرف على أسباب الهبوط كما توقف الأسهم عند الصعود للتعرف على أسباب الصعود؟ طيب في مادة أنا مش متفقة معها المادة دي تم صدورها من كام سنة المادة دي بتتكلم أن في حال صعود الأسهم 3 شهور بنسبة 50% من إيمتها أو 6 شهور بنسبة 75% بيتم إيقافها والاستعلام من الشركة عن أسباب الصعود تمام في الهبوط لما تم السؤال لماذا لا يتم إيقاف الأسهم في الهبوط كان في رأي أن الهبوط بيبقى مبرر نتيجة حالة العرض والطلب للسوق ونتيجة أنه ممكن يكون فيه نتائج أعمال سلبية هي اللي قدت إلى هبوط السهم أو أي أخبار سلبية فعشان كده بيقولك إحنا مش بنوقف الهبوط لأن كل الأسهم بتهبط مع بعضها وفي الصعود فيه أسهم بتصعد لما بنحط علامات استفهام الأسهم دي حققت نسب أو طفارات لا تتناسب في وقته قصير مع الصعود والأسباب لصعودها فهنا حماية لصغار المستثمرين بنوقفها وبنطلب أسباب من الشركة طيب الفكرة العامة أن الضغوط اللي موجودة حاليا في البورصة فكرة ملف الطروحات الحكومية اللي حضرتك بتتكلم عليه للأسف أنا شايفة أن السبب في انهيار أغلب الأسهم اللي تم الإعلان عنها وخاصة المقيدة في البورصة واللي قيل أنه هو هيتم زيادة رؤوس أموال فيها هو نص القرار الوزاري اللي قال أنه هننزل زيادة رأس المال بمتوسط أسعار آخر شهر بلس أو مينس 10% وللأسف ده أدى أن المضاربين والمتلاعبين أو المستثمرين بصورة عامة ضغطوا على أسعار هذه الأسهم بعض هذه الأسهم عندها محافظ استثمارية كبيرة جدا عندها أصول قوية جدا نتائج أعمالها جيدة وما فيش أي خبر مفجع على نتائج أعمال هذه الشركات أو توقعات النمو لها ولكن للأسف نتيجة ضغط بالعرض على هذه الأسهم ده أدى إلى هبوط سعر السعب يعني كلمة ضغوط بيعية ده كلمة موجودة في السوق؟ بالطبع بالطبع والأسهم دي تعتبر من أكثر الأسهم اللي تم الضغط عليها بصورة كبيرة جدا نتيجة القرار الوزاري اللي أنا شايفه للأسف القرار ده مجحف في حق الدولة ليه؟ لأن بسبب هذه الضغوط ده لو الدولة تم طرح هذه الأسهم في هذا التوقيت أعتقد أن ده هيهدر كثير من قيمة هذه الأصول الجيدة وهيوفر فرصة ربح رأس مالي للناس اللي ضغطوا على هذه الأسهم وهيأثر على حصيلة الدولة وعلى المال العام المتوقع أن يتم تحصيله من هذه التروحة برؤية المحللين اللي بتشوف دايما أن المقاومة القادمة كذا ومقاومة القادمة كذا ندعها جانبا أصبح الكلام أن الدعم القادم كذا والدعم القادم كذا إحنا النهار ده قسلنا 13800 نقطة كان 13800 وكسر وقال أن لو حالة تم كسر هذا الدعم فإن الدعم القادم 13300 نقطة ربما و777 صح يعني ذاكرتي هذا الرجوع وإحنا متفقين من قبل أن المؤشر لا يعبر عن أسعار الأسهم والعكس أين تقع الأسهم تحديدا أو كمتها العدلة تحديدا إذا ما تم تراجع المؤشر إلى هذا الحد برغم عدم موجود صلة بينهم هو خلينا نشيل أداء سهم السي آي بي المؤشر يبقى مفروض عند قرب 11000 نقطة 11000 ده كلام لو شلنا تأثير السي آي بي طيب إيه تأثير بقى بالمناسبة السي آي بي إيه تأثير ما يصار حول تخفيض الفائدة الفدرالي الأمريكي وارتباط هذا التخفيض هل يدفع هل قد يدفع بنك مركزي المصري إلى تخفيض الفائدة بالطبع خلينا نقول أن ما يتم الإعلان عنه من جانب الفدرالي الأمريكي هو زي بنشمارك بيتتحرك عليه أغلب البنوك المركزية في العالم لأن رؤوس الأموال هتبتدي تتحرك اللي بتضع أموالها أمانا في استنادات وأذون الخزانة الأمريكية ده بيعتبر زي الدليل اللي بيتحرك عليه جميع البنوك المركزية في العالم يمكن خلال الأسبوع الماضي كان في حالة لغط وتخوف السوق الأمريكي بصورة كبيرة جدا من تصريحات محافظ أو الفدرالي اللي أعلن أنه هل يا ترى هيبقى فيه ثلاث مرات خفض ولا مرتين وبناء عليه بعد ما تم الإعلان أنه هم هيستمروا في السياسة الخفض من أجل إنعاش الاقتصاد الأمريكي وتخوف على البورصة اللي هي قريدي في حتة عالية جدا 27 ألف وثلاثمائة نقطة أو أكتر وهم عمالين يضغطوا عليها فخلينا نتكلم يضغطوا عليها في هذا الاتجاه بس خلينا نقول إن ده بس يعني الضغط ده عشان نحقق مكاسب انتخابية إن خلينا نقول إن فيه وراء جزء سياسي ولكن بصورة عامة أنا أتوقع أن البنك المركزي المصري مفروض إن هو هيسير في السياسة خفض الفايدة مع نهاية هذا العام أتوقع في الربع الأخير من هذا العام إن إحنا عندنا من 1 إلى 2% تقريبا الضبابية اللي بتخيم على السوق شايف حدثك اللي ممكن يحصل بكرة أنا مضاش تكلم على بعد بكرة لا بكرة إحنا مستمرين بص يعني الفكرة العامة إن إحنا نتيجة إفالات النهاردة منتوقع إن إحنا نفتح الجلسة على خبوط مرة أخرى عندك إحنا خلاص عند مستويات 13600 من الطبيعي إن إحنا ممكن نكسر هذه المستويات عندك مناطق 13500 13500 تعتبر دعم بايني كده على المدى القصير بصورة عامة أي ارتدادات بنستخدمها ارتدادات بيعية بنصح أستاذ المستثمرين الإبتعاد تماماً دلوقتي عن تحليل المؤشرات المبدأ العام اللي هنعيده مئة مرة في هذا التوقيت تعمل مع سهمك هو مؤشرة تمام أستاذ زراني عقوب محلل الفني وخبير أسواق المال بشكو حيك شكو جزيل شرفتين ونتمنى أن تعاود بورصة مصرية مكانتها اللي كانت بتقود فيها الأسواق النشاء كلها شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم برنامج مؤشر لنيرنا أشهركم على المتابعة دمتم خامن شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم